موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بإخواننا المزارعين والمهندسين وكل المهتمين بزراعات المحمية النهارة بإذن الله هنتكلم عن كيفية إعداد مشتل جيد للطماطم بكل أنواعها إذ كانت أرضية أو صوب ما فيش فرق بينهم الاتنين المهم إن أنا في الآخر بطلع شتلة جيدة مطابقة للمواصفات اللي هي ممكن تكون جيدة وإن هي بكون عليها من 3 لأربع ورقات حقيقية السنك بتاعها مناسب والجزور بتاعتها بتكون مناسبة أو لها مجموعة جزري كويس طبعا الخلطة زي ما قلنا عندنا نوعين من الخلطة النوع الأولاني كنا بنعمله اللي هو بيبقى بلات وفي خلطة بتيجي جهزة أساسا فخلطة البلات دهيا زي ما احنا بنقول بتبقى عبارة عن أربع أوالب بتمس أو المهم بالة بتكون أربع أوالب أو اتناشر قالب زي ما تكون المهمة بتبقى بالة والحجم بتاعها كله تقريبا بيكون متسوي بنضيف عليها الفرموكلايت وبنضيف عليها المغزيات والمطهر الفطري زي ما نعرض لحضرتك كده لو قدرت توصل زي ما نكاتب كده إن شاء الله هتكون الدنيا معاك كويسة مكونات الخلطة زي ما احنا عارفين بتكون فرموكلايت وبتكون بيتموس بالت بيتموس مع ثلاث شكاير فرموكلايت زائد متخر فطري ومغزيات صغرى وكبرى وبنعملهم بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها دهيا بعد ما بنعملهم بالطريقة دهيا بنبدأ نزرع زي ما احنا شايفين بنعب الصواني وبنبدأ نزرع زي ما احنا شايفين الحباي الحمر دي حباي الطماطم نلاحظ وإحنا بنعب الصينية من اكبسهاش عشان سوق التهوية هيعمل لنا مشاكل جامدة جدا دي طماطم نيوتن جي في خمستاشر سانجينتا بنقول كبس الصواني هيعمل لنا مشاكل كتيرة جدا هيعمل سوق تهوية في البيئة بتاعة الزراع او في البطمس اللي هو محطوط في العيون وبالتالي ممكن تعفن مني البذور اثناء عملية الكمر بتاعها كذلك برضو زيادة الرطوبة الساعة او المية الساعة ما بنعمل اعداد الخلطة ممكن يؤدي لي برضو لسوق التهوية وسوق التهوية هيعفن البذور وممكن حتى لو نبتت البذور بيحصل لممكن موت بديرات او بيحصل عفان في الجزور فبقدر اللي كان نعمل عملية ضبط لي الخلطة بتاعتي وانا باعدها الاول هو بيخرم كده وبعد كده بيحط البذور بتاعته اهيا البذور بعد ما زرعه او بشايف بنمسها بايدنا بس خالص بنمس الصينية بايدنا كده بنمس الصينية بايدنا كده كده ادارت كلتها حبه بالطماطم بعد كده بنحط على شوية خلطة وبنغطي بنفس الخلطة في ناس بتغطي بالفرموكلايد بس الافضل بيكون بنفس الخلطة اه بس هو وبنغطي بردو الصينية التانية اه بيزرع وبيغطي بردو دي الخلطة دي جاهزة الماني جاهز ما فيهاش اي مشكلة خالص الخلطة ديت الماني جاهز لا بحطي لها مخصب ولا بحطي لها مطهرات فطهية ولا حاجة بجيب بالشكارة بفضي وبعب الصوان بتاعتي ما غير الا بس بفككها اه اما بالنسبة لخلطة البتموس اللي احنا اتكلمنا عليها والبتموس الاوالي بنجيب الميت لتر مية اه وبنحطهم بتدول فيهم اه حديد ومانجانيز وزنك ونص كيلو وعناصر كبرى ان بيكيه عشرين عشرين من مصدر محترم ما يكونش فيه يوريا ما يكونش فيه يوريا جماعة ان فيه ناس اساسا بتجيب الشق الازوتي اللي هو فيه السماد المتعادل بيبقى يوريا وما بيقدرش يطحنها عشان اليوريا بتتميع فما بيقدرش يطحنها فانت لو حط تبسع لديك هتلاقي حب اليوريا ما يستخدمش في الخلطة خالص يوريا اه بندوبهم مندوب المغزيات والمتخر الفطري سواء مكسيم او منكط زي ما انا كتبه لحضرتك على الفيديو هايبانة اهوا اه بندوبه كله وبعد ما بندوبه في الخلطة في المية بنبدأ نحط البتموس بتاعنا الاواليب وبنسيبه فترة نصف ساعة لحد ما بتشرب المية بتاعته بعد ما بتشرب المية بتاعته بنحط عليه تلات شكاير فيرموكلايت على الباكتة وما نزودش الفرموكلايت اكتر من تلات شكاير يا جماعة عشان الجماعة بتوع المشاكل الخاص بزوده عشان يفرد معهم بمينة الفرموكلايت الخص في السعر ولكنه بيعمل لي كابسل الصينية وسوق التهوية هتأديل المشاكل الجامدة وبخلط الفرموكلايت مع البتموس خلط جيد لحد الخلطة تلات اربع مرات لحد الخلطة ما تبقى متجنسة وبعد كده بناخدها نفرقها على ايدينا بحيث لو فيها اي تكتلات سكت في البتموس او في الفرموكلايت بنحاول نزيحها وبعد كده بنعب الصواني بتاعتنا لاحظ منك ابس لنبع الصينية عحوط تكون بكومع الصينية وفرت بأيدي بس ابس في فرد بإيدي بس وبعد كده بتتم عملية الزراعة طبعا عملية الزراعة عملية التخريم في رولة كده بنخرم بيها العيون بتاعت الصواني وفي ناس بتزرع 300 صنية في اليوم شفت واحد من العريش بيزرع 300 صنية في اليوم فهي تبقى مهارات خاصة افضل من مكان و افضل من اي حاجه خالص يعني لو في اثنين عامل عندي يزرع 300 او 3 عمال 300 في اليوم يعني 1000 صنية في اليوم ما فيش مشتل يعني اعتقد انه يحتاج 1000 صنية في اليوم يعني تمام هو بيزرع طبعا البزرع بتكون بزرع يعني هاجين لان التكلفة عالية فلازم يكون هاجين عشان تضمن ان الانتاج بتاعك يكون كويس المشاتل رقم واحد فيها بتبقى الامانة لان ممكن حد يجيب لك بزرع وفي ناس ممكن تغير دي بتعتبر حمانة جماعة فواجب ان اي واحد يعني ياخد بالهم الحتة دي كويس وراعي ربنا في حاجة الناس يعني او حتى حاجته هو او ما يغيرش بزرع ان احنا شفنا العجب في المجال اهوت منمسها بايدنا بعد ما خرص تزراع بحسة الدارة البزرع بتاعتي شايف منمسها بايدنا بس يعني كلها والله يشغل لانا بس بس عايزة تتبع التعليمات بتاعتك تكون كويسة يعني مجرد ما تتتبع بس التعليمات ان شاء الله الدنيا تبقى معاك كويسة احنا مشين مع حضرتك خطوة خطوة لو في اي حاجة ممكن ترسلنا او تكلمني على الواتساب اللي بنعرضه على وكل بواتساب بافضل او بعد ما خلصنا بنبدأ نفرد الصواني بتاعتنا ونبدأ نعمل عملية الرأي فردنا الصواني على حاجة مرتفعة عن الارض هو وبنبدأ نعمل عملية الرأي الرأي يا جماعة اولا يرعى فيه ان ما يكونش تدوش عندي سريع يكون المية هادية جدا 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 بحيس ان هي ما تعمليش تحفير واللي برو يكون محترف يمسك الدوش مش بزاوية قايمة او مسقط رأسي لا يدي الزاوية شايف الزاوية دي كده الزاوية دي كده يروي بزاوية كده ما يبقاش مش بزاوية قايمة المهم اي وضع غير الزاوية القايمة بحيس ما يبقاش الرأي رأسي بحيس ان هو ما يعفور ليش فيه الصواني او يعوام لي البزور اللي انا حطتها. آآ طبعا كلها حاجات بسيطة بس بسم الله ما شاء الله بتطلع انتاج محترم جدا جدا جدا. آآ سهل جدا جدا جدا. طبعا الفيديو متصور على مراحل. بس انا في الاخراج يعني ما عليش والله هو تعبنا شوية. بس انا عايز بقدر الامكان اوصل لحضراتكم الصورة اه بتبقى ازاي يعني. يعني انا بحاول اوصل الصورة بتبقى ازاي. فدية الصورة من الالف للياء. يعني لو اي واحد ما اشتغلش مشات القرص ومشي على التعليمات ده اللي مكتوب ان شاء الله بازن الله تعالى هيبقى زي الفل. اه قلت الخلطة بتبقى اه نوعين من الخلطة. فيه اللي هو العادي ده. وفيه اللي هو البتموس السريلانكي او اللي بيجي من الهند او بيجي من اي مكان المهم يعني اللي هو بيبقى غالب. وده جماعة بس عشان فيه عبس والله بيحصل ويعني اه بعض الناس والله مقززة في المجال والله مقززة. يعني لا بتراعي ظروف الرجل الفلاح ولا بتراعي في حاجة. يعني بتبص تلاقيه بيتكلم في سفه علمي. يعني ان ان صح القول فده سفه علمي. لما بيتكلموا على الحاجة بتكلموا اه بسفه. يعني واحد يقول اه عارض حاجة على الفيسبوك. واحد يعني عامل نفسه استشاري كبير. اه فيه مشكل يعني معروضة على الفيسبوك. فبقول له عدل الحموضة بتاعة البتموس او الخلطة. فتتعدل ازاي جماعة يعني هو جاي سبعة. معروف ان سبعة ده هوت نقطة التعادل عندنا. اه التحت منها حميضي وفوق منها قلوي. فالعالم اللي هناك بتيجي جايبهن حميضي. اعجابهن اصلي متعادل. انت بقى بتقول لي ده اصله قلوي وحنعدل. تعدل بايه يعني? انا ما اعرف ايه تعدل بحامض يعني ولا تعدل بايه? اولا نتعديل بحد ذاته انت يعني اه مفيش فهم خالص. يعني انت ما زرعتش مشاتل. او تقريبا بتتسول المعلومة طالما قلت البتموس اللي بيجي من بره يتعدل حموضته. تعدل حموضته دي كان زمان من عشر خمساشر سنة زمان كنا بنحط بطلة بلاط. دلوقتي اصبح اي شحنة داخل البلاد حاجة من اللي اتنين. يا متعدل حموضتها يا اما جاهزة حتى ما بتحطش على فرموكلايت زي المخصبات الالمانية دي. دي بسموها بيئة جاية جاهزة بنعبي زي ما عبيت قدامك كده وبنزرع. انا مش هعدل على الاوروبي عشان ما 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 نجدبش بس على بعض ونكون اه يعني غير منصفين. احنا كده بنغطي الصينية يا جماعة بصينية. ليه? انا الجو بارد. بنغطي الصينية بصينية. دي بتطلح تقريبا في اربعة ايام. اما ممكن نعملهم نرسوم فوق بعض. ولو انا فيش صيف مش هغطي خالص. بحط تحت خمسة وسبعين في الاول شادو او ظل او شبكة خمسة وسبعين بس عشان الناس اللي اول مرة تزرع. عند خمسة وسبعين وبفرد بعد كده. بفرد الصواني بتاعتي تحت خمسة وسبعين بعد ما بروي. وبشيبها تحت اه اه نت تزليل خمسة وسبعين في المية. وممكن نحط كمان سطارة لحد بداية الانباد بعد كتنشيل السطارة. في ناس بتكمل عند خمسة وسبعين بس بيبقى عنده ضغابط على حيطة الرايب الزاد. لان خمسة وسبعين النمو معدل نمو مع المية ممكن يزيد وممكن يسرول معاها الشتلة. فدية عايزة واحد محترف يعني عشان يطلع شتلة من الاول الاخر تحت الخمسة وسبعين. لان المفروض هو بحط يعني بنبت تحت خمسة وسبعين وستارة في شهر ستة وسبعة. بالذات وتمانية كمان ممكن لان الجو في مصر تده يتقلي بالحال بتاعه. اه بعد ما بيوصل مسلا عمر عشرة يوم كده الشتلة بتبدأ كده يبدأ يعمل له هاردنينج او تأسية. بالتقسية ده هات بتحصل تحت شاده و63 بهيئها لان هي تخرج للاو انت بتزرع في الاوبنفلد في الصيف لازم الشكلة تكون متأسية كويس بحيث ان ما يحصلهاش اي مشكلة او صدمة مجرد خروجها من تحت التزليل فلو طلعناها من تحت تزليل 75 على الجو اللي بره مباشرة في الشهور الحر الصيف هتحصل لمشكلة ولكن المفروض بنعمل لها تأسية على تحت شادو 65% او ممكن 50% في بعض الاماكن تمام احنا بنغطي اهوات زي ما انت شايف علشان الامباد بتاعي يطلع بسرعة وعلشان انا مضطر ان انا اعمل كده انا مضطر ان انا اعمل كده لان انا لو عملت الكاميرا فوق بعضها مثلا عشر صواني في عشر صواني فوق بعض دي بيحصل فيها مشاكل كتيرة اللي تحت بنبت وممكن يسرول مني واللي فوق لسه ما نبتش فالدية بتبقى كويسة جدا 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 عين على عينها هي المنظر قدامك هو الطبيعي خالص بعد ما خلصنا ده المنظر بتاع الصواني حضارت ده المنظر بتاع الصواني بتاعتنا غطينا صنية فوق صنية على فكرة صنية مش لازم تكون جديدة ممكن تكون قديمة او اللين تعمة مش هتشتغل تاني بس تكون نظيفة شوية متكونش وحشة شوف بقى بالرائب الامباد كل شوية بنشيل بقى المشمع كده وبنبص الدنيا عاملة ايه بسرق تحت المشمع كده وببص شايف احنا فردنا مشمع عشان يزبط لي الحرارة لان انا بقول ان انا زارع في جو بارد ايه داخل البيوت اه بس انا بسرع الامباد بتاعي شوية لان تقريبا العزمة برا الليلة سبعة درجة مئة ويقصد الصغرى بالليل شايف بقى بالرائب الامباد كل شوية نفتح من تحت كل يوم كده نبص الصبح واخر النهار بعد تلات ايام نبدأ نبص على الشكلة بتاعتي لان ممكن تكون ابتدت تنبت ولو نبتت وانا ما خدتش بالي منها جماعة هتحصل كرسة الكوارث وهي ان انا هتسرول سرول النبات تحتكو بابيض وتقريبا يعني ما ينفعش لأي حاجة تاني نتيجة حجب الضوء عنه وعدم التمثيل بالضوء اللي هو يبدأ بقى يكون للول اللغدر اللي هو الكولوروفيل ويبدأ النبات يكمل دورة حياته لو انا حطيته بقى كده ونسيت وما فتحتش على الصواني هتبقى مشكلة ابتدت بقى انا فتحته وعندك هو تشايف الامباد ما شاء الله طالع يدوب شايف الحجم ده لازم تشيل بمجرد ما تشوف الوضع ده لازم تشيل الغطى بتاع الصواني بتاعتي واسبها شايف المنظر بقى ما شاء الله انبات عشر على عشرة مية مية انا ما بقى اجيبش حاجة والله ده شغلي وده شغلي وده من عندي وما بقفش وبقرى من ورقة انا بتكلمه انا في وسط الارض بتاعتي والمشتل والبيوت بتاعتي فده بيد سقة اكتر وانا مع حضرتك في اي حاجة وما بقى لكش اعمل السبسكرايب والكلام ده كلتو والله ما اريده الا الاصلاح ما استطعت ولا عايز حاجة الحمد لله في عملي وتمام التمام انا بس يعني عايز نعمل حاجة لبلادنا وللفلاح المزارع الكويس الراجل المطحون ده هوت اللي مطحون من كل الجهات شايف الانبات عندك هو والمهندس الصغير اللي عايز ياكل عيش يجب ان احنا نعلمه صح لازم تتعلم صح خد المعلومة من مصدر كويس ومصدر ما بيجذبش عليك الصورة اهيه انا اللي بصور بنفسي وانا اللي عامل كل حاجة الحمد لله بنفسي شايف ده الانبات مجرد ما وصل كده وانت بتبص من تحت البلاستيك كده على طول شيل البلاستيك وشيل الصواني تشيل البلاستيك وتشيل الصواني بتاعتك مجرد ما وصلت للوضع ده هو تشيل البلاستيك وتشيل الصواني بتاعتك اه ده الانبات يا جماعة يدوب لاس طالع زي ما تكون عامل شوية حلبة كده الناس طبعا المحترفة ده كلام مش جديد عليها اما بتكلم على الناس اللي هي اخوانا اللي في الدول دولة زي الجزائر مثلا بيسألوا على الحاجات دي كتير لان هو تقريبا يعني الحاجات دي لسه جديدة عندهم ووصلتنا حاجات كتير منهم ورسائل كتير ان هي لسه عندهم جديدة وطالبين يعني يشوفوا القصة دي تمشي ازاي هي دي يا جماعة القصة خد بال حضرتك لو احنا في الصيف يبا لازم اتحط تحت 75 تحت تزليل 75 لمدة 10 يوم بعد كده تبدأتين الى تحت 63 وبعد كده تزليل يا جماعة الشاد والشبكة اللي فوق يعني النت اللي فوق وممكن بستارة كمان بعد كده بقى طلعت انا من حتة المعمل وابتديت افرت في المشتة البتاعي على الطرولات ده هي يا جماعة طبعا البيت مكيف ومش عايز اي حاجة وبتبدأ في مرحلة جديدة بقى انا صعب علي بصراحة ان انا والله اصور كل حاجة ولكن ابتدينا نطلع في مرحلة بقى في المشتة البتاعنا هون ابتدينا نفرد بعد ما طلعنا من المعمل وصورت لك كل ده في المعمل ابتديت اطلع برا في بيت تاني انا حطت برضو تزليل هي بيوت محفي بس انا حطت له تزليل برضو هون وصورت لديت تقريبا انا والله زرعتها والله على 22 يوم كنت مزنوق فيها وزرعتها على 22 يوم هنجي بقى جماعة للدور بتاع المكافحة مكافحة الامراض في المشتل احنا عندنا حاجتين ما فيش غيرهم يا اما انفطري اللي هو بيكون عفن بديرات في الاول طروع المشتل او بيكون عفن جزور والاتنين بصراحة اخطر من بعض ولكن احنا بنبقى حطين مبيدات فطرية جهازية وعالية جدا فبالتالي صعب قوي ان يجي عفن جزور لواحد حطت الحاجت دهيا وراوي راي كويس لان سبب المشكل يا جماعة هو الري الغزير للشتلة الري الغزير ده للشتلة دي كرسة الكوارس يعني او ان يكون حطت فرموكلايت كتير على البتموس وبالتالي ما فيش مسامية ولا فيش تهوية في البيئة بتاعت الزراعة اللي هو حطتها وبالتالي هتحصل لي مشكلة عفن الجزور وموت الباديرات فبداية عفن الجزور او موت الباديرات بيبقى من الخلطة نفسها وممكن تعفن كمان البزور بتاعتي لو الخلطة كتمة او العبا الصواني كبس الصواني اوي او زود الفرموكلايت اللي هو تقيل مع البتموس وبالتالي عمل لي المصيبة اللي هي بتاعت العفن الجزور او الزبول الباديرات في الاول الطلوع ولكن لو ظهرت الحاجات ده هي المفروض بنعمل بحقن المشتل بسرعة بننشفه جامد بنعطشه جامد وبنبدأ ده نحقنه حقنة كويسة بتكون احد المبيدات الكويسة زي اليونيفورم او الريزوليكس او المنقط او المكسيم او اليونيفورم او التشجرين كل المبيدات دي المدون على العبوة في الحقن حضرتك ممكن تحطه وبيختلف من حاجة لحاجة ولكن في العادة يعني بيكون واحد جرام بالنسبة للتوبسين نص جرام لتشجرين على اللتر نص جرام او ربع جرام كمان من اليونيفورم على اللتر المكسيم عبوه على المتين لتر عبوه المتسانت دي وهكذا يعني ما فيهش مشكل بس اهم شيء اضبط خلطتك من الاول مش هتلاقي الحاجات دي تظهر اطلاقا عندك في مشكلة تانية اللي هي مشكلة الحشري طبعا الحشري بنكون حطين عندنا كام مبيد موجودين عندنا مبيدات خفيفة بني دي ممكن كل يوم رشة مفيش اي مشكلة خلص انها مبيدات خفيفة قوي زي اللمبادة الصيهالوسرين او الصيبم سرين برضو بتكون موجودة عندنا على فكرة جماعة انا لاحظت ان المشاتر في الاول الاخيرة بتجيلها التوتا ابسليوتيا فهرت رشة كوراجين يعني المتش موجود الافانت موجود الحاجات المبيدات الخفيفة بس ياريت حاجة زي اللي افسيك تدي ممكن تدخل المشتر لجماعة لان ممكن تعمل لنا مشاكل جامدة جدا 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 ويريت حضرتك وانت بتروي قبل ما تروش لازم تروي راي كويس شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة